أهلا بحضراتكم من جديد وزارة الصحة مبارح أصدرت مجموعة من النصايح والإرشادات للأمهات بخصوص إصابة الأطفال لقدر الله بمرض السرطان وقالت أنه في مجموعة من علامات التحذرية لو ظهرت يبقى لازم تتوجهي بيها أو بالطفل فورا للطبيب لأنه العلامات دي بتشير أنه لقدر الله في احتمالية إصابة الأطفال إحنا النهاردة يعني مش جايين نخوف حضراتكم أو نبتدي يومنا كده يوم الجمعة بحاجة يمكن نتشأم منها لكن بيقولوا دايماً إيه الوقاية خيرهم من العلاج إحنا النهاردة بنحمي نفسنا وبنحمي أولادنا عشان ما نرجعش نقول بعد كده يا ريت اللي جرى مكان ومرض زي مرض السرطان يمكن اللي عارف ده عارف أنه من الحاجات اللي لازم تلحقوها لازم تروحوا بدري شوية كل ما رحنا بدري كل ما اتأكدنا بدري كل ما الموضوع تلحق وكل ما نسبة الشفاء وصلت ليه معدلات من 90% إلى 95% لا وبعدين عايزة أقول لك حاجة أن قصة الأورام لما تيجي عند حد كبير قد إيه تبقى مؤلمة خالي بقى دالة وطفل طبعاً الألم بيبقى أضعاف الأضعاف وزارة الصحة لما تكلمت عن هذا الأمر هي بتدق نقص الخطر هي بتحذر هي بتقول يا جماعة في بعض العلامات لازم تاخدوا بلكم منها أول حاجة أن الطفل بيفقد الوزن بشكل غير مبرق الطفل على طول بيخس وعندما شاهم فيه إيه أو أن الطفل بيشتاكي من ألام كبيرة جداً في المفاصل والعظام دي مؤشر كبير لأسابته بالأورام أو أن الطفل بيسخن بيوصاب كتير بالحمة كل دي علامات اوعد فوتها كل دي مؤشرات خطرة جداً يجب على كل أب وعلى كل أم أنهم يخدوا بلهم منها كويس وأنهم يتوجهوا فوراً لأقرب مستشفى لإجراء التحليل إيه هي علامات الأورام لدى الأطفال سرطان الأطفال شيء صعب جداً لازم نقي أطفالنا منه الدكتور محمد عيد استشاري طب أورام الأطفال معنا النهاردة في السيديو الصباح الخريمة الصباح الخريمة دكتور أهلا وسهلا بحرك أهلا بك أهلا بك أهلا بك أهلا بك أهلا بك يعني إيه الأعراض أو إيه الحاجة اللي أنا شفتها أقول إنه ده حاجة مش طبعية أنا لازم أخد الطفل ده للدكتور فوراً بدون برضو ما نبقى هنا بنخوف الناس في بعض الناس عندها حتة إيه إنه أول ما تحس بأي قلق من ناحية حاجة أي حاجة تجري على الدكتور وفي ناس العكس تماماً ممكن تقعد على الموضوع عادي يعني قادة دي نازلة برد قادة دي نازلة عادي خالص ما فيش حاجة تقلقها إيه الفايصل يعني إم تحس إنه لأ هنا في مشكلة أنا لازم أزور دكتور ودكتور أورام بالتحديد والله أول يعني بس الحاجة المهمة اللي حريك بدأت بها في الأول حريك بدأت بها في الأول اللي هو يعني الاتشاف المبكر دي حاجة بتفرق معنا جداً 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 في العلاج في كل أنواع الأورام سواء أمرض يعني على اختلاف أنواعها سواء أمراض دم سواء أمراض صلبة أو سواء أمراض يعني في المخة أو كده والاكتشاف المبكر فيها ده ممكن يعلي معدل الشفاء يعني بدرجات الناس يعني ما بتبقاش يعني متخيلة بالعكس والله في حالة معدل شفاء بيعدل 90% وال80% فالاكتشاف المبكر ده أو إن إحنا نلقط الحاجة بادية استصر مسافاتك آه جداً جداً بيحسن معدل الشفاء جداً دي الحاجة اللي أولي الحاجة الثانية برضو هي الحكمة في الأمور يعني الحكمة في الأمور ولا بقى مرعوب قوي ولا تجاهل شكوى معينة وكل حاجة في الطب في حاجة اسمها العلامات الخطيرة او زي ما احنا الريد فلاكس اللي هي بتبقى زي علامات معينة زي ما احنا قلت كده بالظبط ان هي بالظبط كده بس هي سخونة برضو لما نقول سخونة بتبقى لها مواصفات معينة حمى متكررة بالظبط كده مش بتتحسن على العلاج كشفت مرة لان برضو فيه ثقافة ان احنا ممكن نكشف مرة واثنين وثلاثة بدون ما ناخد قرار يعني يساوي او قرار مصبوط فقدان في الوزن برضو في بعض الامهات بتيجي تقول ان الولد بينزل في الوزن تبت وزن قبل كده او البيزلين بتاعه قدي او كده بتلاقي الارقام لا مش متطبقة مع الشكوى والكلام ده على الكبار برضو وعلى الكبار طبعا فيه اعراض تانية بتبقى مقلقة جدا في الاورام المخ مثلا يعني على سبيل مثلا مثلا ممكن الصداع كم معظم الناس عندها صداع بس في صداع بمواصفات معينة لا صداع يصحي من النوم صداع يزيد لما ينام فيه مثلا حاجات زي الالم يعني مثلا الم الظهر في الاطفال ده من الحاجات اللي تقلق شوية ما ينفعش يتخد باستخفاف نهائي الم الظهر في الاطفال او غيره الكبار مثلا يعني الكبار معظم الناس يعني عنده مش عارف ايه فقرات مش عارف ايه لا في الصغيرين لا الم الظهر ده لازم يتخد بجدية جمدة جدا بيمثل ايه بيمثل لا ممكن تقول لا قد الله لزيادة في ضغط المخ وممكن تكون فيها لا قد الله ورن في الظهر والعصب الشوكلي فى الظهر الحاجات اللي هي ايه دي لا قد الله ممكن تكون عاملة بس يعني ما ينفعش يتأخذ باستخفاف وفي بعض الحاجات بتبقى زي بنسميها يعني مؤشرات يعني خطورة شوية زي النظر مثلا يعني النظر مثلا من الحاجات يعني العين دي بنسمحن ويندوا او شباك لأي حاجة ممكن تبان لو زيادة في ضغط قاع العين لقدر الله أو لقدر الله فيه ازدواجية في الرؤية يعني ولد بيشتكي مثلا أنا بدأت أشوف الحاجة اتنين الحاجة ادي في منطقة الخطورة زي ما قلنا برضو لو فيه نقص في الوزن معدل لو الولد مثلا بييجي مثلا الألم في العظام مثلا ولا الطفل مثلا بيلعب أو حاجة لأنا الحتة ايدي بتجعني أو رجلي بتجعني أو ايدي بتجعني أو كده اتخبطت فيها يا بابا يعني مش عارف الأهل من كتر ما هم مش مقتنعين يقوله وغالبا اتخبط بس ما ااخدش باله دي مجرد بس ما بروح للدكتور المتخصص في المجال سواء بقى العظام أو سواء الأطفال حتى في السترينج العادي اللي هو مجرد الفحص المبدئي في الأطفال وده مهم جدا عشان برضو حالك يعني السوشال ميديا والحاجات دي برضو ايه يعني حاجات ده الواتس والحاجات دي فلازم طبعا التقييم الكلينيك للطفل سواء من الجهة المتخصصة من الطبيب المختص في المجال او من دكتور المجد دي حاجة مهمة جدا لان ممكن بفحص بسيط جدا يعني السخنة المتكررة دي لو انا عملت مسلا صورة دم كاملة بسيطة جدا دي ممكن تباني الأمور لو لقد ده مسلا في وجع بسيط ومش خط او حاجة بعمل اكس ري عادية خارس حاجة كده يعني مش مكلفة خارس خارس بالنسبة الكبار الكبار اه لو عمل سي بي سي او الصورة دم ممكن طبعا تبقى مفتاح العاجات كترة جدا ولو طلقتت بتل زي ما قلنا دي بتبقى حاجة مؤشر يعني 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 كويس جدا لانها بتتلحف في الاول فتبقى علاجها اقل 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 يعني مش لازم قصة نور ريح يعمل كشف كامل للاورم ده غالي جدا دي ممكن ممكن تبقى حاجات بسيطة تبين وفي بعض الناس بيفضل انها بتبقى لها زي فحص دوري وخصوصا لانه طبعا في يعني محدش يقدر يفصل السرطان عن او الكنسر يعني عن عن الجزء الوراثي ففي بعض العائلات مثلا بتبقى هي عارفة ان في مثلا مشكلة عندها من ناحية الاورم او كده دول محتاجين سيريال او يعني محتاجين تتابع دوري او كشف دوري كل فترة